صباح الخير يا هايدي اهلا اهلا ازايك يا سورة عاملة ايه؟ كويس الحمد لله غريبة يعني جيت المدرسة بدري النهاردة ابدا يا بنتي بابا كان خارج بدري واخدني معاه عشان كده انا بتعود عليك ان انت دايما بتتأخري يو انا على طول كسلانة اه طبعا ملا لما بتصل بيكي على طول يا نايمة يا كسلانة يا بتكلي ما بتعملش حاجة مفيدة هو انت ما بتذكرش ابدا بذاكر طبعا بخلص اللي ورايا واقعد بقى فضية ايه كل بقى اشغل واتي بأي حاجة طب قوليلي بقى عملتي امبارح في الحاجات اللي قلتلي ان انت ناولة تشتريها كسلتي ولا نزلتي نزلتي طبعا واشتريت كل اللي انا عايزيه طب مش هتفرجيني بقى ولا ايه هبعتلك صور كل الحاجات اللي انا اشتريتها على الواتس اوكي طيب خلص عشان انا بحب اتفرج ولو عجبني حاجات هنزل اشتري زيك هيعجبك حاجات كتير جدا على فكرة ايه ده دي ندين جاية هناك اهي خلاص اسكوتي بقى استني انت عارفها مش بتحبنا نتكلم مع بعض يا بنتي وبتبقى بصلنا كده بص غريبة هرم عليكي انا بحسها طيبة بس هي اللي سكتها مش بتحب تتكلم معنا مش عارفة ليه حاولت اقرب منها بس برضو مش بتقرب مننا دايما كده واخدى جنب خلاص يا ستي احنا هنقعد نددي فيها خلاص بقى مش مش مشكلة ازايك يا ندين الحمد لله كويسة يا سارة ايه يا بنتي مالك زعلانك كده ليه ابدا ابدا مفيش حاجة بعد ازناكو تبقى في معنا شوية لا لا مش عايزة اقف مع حد بعد ازناكو غريبة جدا مش عارفة مالها عاست ان عندها مشاكل نفسية كتير ومعقدة كده يا بنتي واحنا مالنا خلاص هي مش عايزة تقف معينا خلاص احنا هنعمل لها ايه يلا بقى عشان ندخل الحصة بتاعتنا ما نتأخرش يلا بجد بجد رخمين قوي وبيخين على طول وقفين مع بعض وبيتكلموا متجهلين خالص ومش بيحبوني وانا كمان مش بحبهم يا رب بيتخنقوا مع بعض ويبقوا متضايقين من بعض وما يحبوش بعض تاني وحشين قوي صباح الخير يا بنات مين مذاكر كويس عشان الدرسي يا حبيبي احنا كلنا مذاكرين يا ميس انا عارفة يا سارة ان انت مذاكرك كويس وممتازة اصلا وانا كمان يا ميس زكرت الدرس كويس برافو عليك يا هايدي انت برضو ممتازة وانت اخبارك ايه يا ندين انا انا زكرت بس كنت تعبانة شوية فما علش عذريني يا ميس انت دايما على طول كده عذريني يا ميس سمحيني يا ميس نسيت الواجب ما ينفعش كده يا حبيبتي احنا خلاص قربنا على الامتحانات عذر يا ميس زكر كويس فيه مسابقة علمية يا بنات المدرسة عمليها انا هاختار هايدي وسارة هما اللي هشاركوا في المسابقة دي المسابقة دي للمتفوقين وجوائزها حلوة قوي ايوة يا ميس انا هشارك في المسابقة دي انا مبسوطة قوي وانا كمان يا ميس طبعا هشارك في المسابقة على فكرة احنا اللي هناخد الجايزة عشان احنا متفوقين بصراحة يا ندين انا كان نفسي تشاركي في المسابقة بس انا عارفة مستواكي ضعيف جدا انت اللي مش بتذاكري لو بتذاكري كنت اخدتك معنا في المسابقة مانا يا ميس هبقى ذاكر وبعد كده هبقى كويسة ان شاء الله اكتهدي بقى عشان ناخدك في المسابقة الجاية يلا يا بنات نبتدي الدرس ايوة يا ميس يلا نبتدي على فكرة يا ميس ندين ممتازة على فكرة بس هي مش بتذاكر انا مش عارفة مالها وبقالها فترة كده لا بتتكلم معينا ولا بتقف معينا ومش عارفة بتعمل كده ليه مع اني بحاول اقرب منها بس هي برضو مش عايزة فممكن يكون عندها مشكلة لو صمحت يا ميس تكلمي معيها حاضر حاضر هتكلم معها واشوف مشكلتها ايه جايز اشجاحها على المذاكرة وتبقى ممتازة يا ريت يا ميس عشان انا بجد هي صعبان علي قوي بس انا مش عارفة عامل ايه ايه يا بنتي كنت وقفة مع الميس بتقولك ايه لأ انا اللي كنت بتكلم معيها عشان ندين يوه يا دي ندين يا بنتي خلاص هي مش عايزة تبقى صاحبتنا هنعمل لها ايه لأ انا متأكدة ان هي طيبة خليك كده عبيطة المهم يا بنتي يلا بقى نرجع البيت وما تنسيش تبعتيلي الحاجات اللي انا قلتلك عليها على الواتس اوكي خلاص اول ما اوصل البيت ان شاء الله هبعتلك كل الصور يلا سلام بقى عشان ماما مستنياني برا طيب وانا كمان هستنى بابا انا بجد تخنقت منهم خلاص وقفين مع بعض واسحاب وبيتكلموا وبيخرجوا مع بعض وبصراحة انا متضايقة منهم جدا انا لازم اخليهم يتخنق اخناها جامدة قوي عشان يبقوا كده كل واحدة لوحدها برضه هيا بنتي ايه رأيك في الحاجات اللي بعتها لك على الواتس حاجات جميلة قوي على فكرة انا خلاص هروح اشتري الحاجات دي من المحل اللي انت جبت منه ياه هنبقى احنا الاتنين لبسين زي بعض ده حلوة قوي طب ممكن تروحي تشتري بقى النهاردة بسرعة عشان احنا الاتنين نروح بيه المدرسة بكرة يا نت تروحي تشتري بقى بسرعة النهاردة عشان احنا الاتنين نروح باللبس زي بعض بكرة المدرسة اوكي ماشي يا ستي خلاص هقول لي ماما دلوقتي وننزل يلا بقى باي باي اشوفك بكرة بقى في المدرسة وما تنسيش بقى تذكري كويس عشان المسابقة اه طبعا يا بنتي لازم اذكر عشان طبعا المس اخترتنا ولازم نكون قدل لاختيار منزل بقى اقول لي ماما يرب توافق وتاخدني ونروح نشتري الحاجات اللي احنا عايزينها من المحل النهاردة قبل ما يقفل لانا هبقى مبسوطة قوي انا وصورة هنبقى لابسين زي بعض ايه ده انتو لابسين زي بعض كده ليه ايوا يا بنتي ما هو احنا اشترينا اللي اتقم دي زي بعض ما هو احنا اشترينا اللبس زي بعض عشان احنا اصحاب ايوا شفتي بقى احنا منحب بعض جدا يا بختكم يا بختكم اصحاب قوي طب ايه رأيك بقى في اللبس جميل اه اه حلوة يعني جاهزين للمسابقة يا بنات ايوا يا ميس جاهزين طب يلا بينا عشان المسابقة هتبدأ كمان خمس دقايق اتشجعوا بقى عايزاكم انتو اللي تفوزوا ان شاء الله يا ميس احنا اللي هنفوز وهناخد الجايزة طب يلا بينا انا بجد منضايقة منهم جدا انا دلوقتي عرفت هعمل ايه هما دلوقتي مشغولين في المسابقة انا دلوقتي هاخد الحاجات من شنطة سارة وحطهم في شنطة هايدي وهي هتفتكر ان هي سرقتهم ويتخنقوا مع بعض ويتخصموا وكمان عشان يبقوا متضايقين بعد المسابقة عشان المسي اخترتهم هما في المسابقة وما اخترتنيش انا كمان ايوة انا كده نقلت الحاجات من شنطة سارة حطتهم في شنطة هايدي دلوقتي تقول عليها حرامية ونصابة اما اطلع بقى بسرعة روح اتفرج عليهم في المسابقة احسن يفتكروا ان انا اللي عملت كده برافو عليكم يا بنات مبروك عليكم الجايزة بركلهم يا ندين مبروك عليكم الجايزة والمرة الجاية يا ميس تختاريني انا بقى ماشي؟ اه طبعا يا ندين هختارك بس انتي تجتهدي وتذكري وتبقى كويسة يلا بينا يا بنات على الفصل عشان عايز اتكلم معكم في شوية حاجات بصوا بقى يا مينات هقولكم على شوية طلبات يلا كل واحدة تطلع وراء وقلم وتكتب حاضر يا ميس ايه ده؟ انا مش لقى الحاجات بتاعتي يعني ايه؟ مش لقى الفلوس ولا لقى المقلمة ولا لقى اي حاجة هتكون راحت فين يا سارة؟ مش عارفة غريبة قوي طب يا حبيبتي تكوني نستيهم؟ لا انا منسيتهمش طيب ندور عليهم يا حبيبتي دوري عليهم هنا ولا هنا؟ يا ميس خليها تدور في الشنط بتاعتنا كلها عشان تتطمن ان احنا ما اخدنا هامش لا انا مش بقول ان انتو اخدتوهم بس ممكن يكونوا واقعوا كده او كده يعني لا دوري كويس دوري في شنطتي وشنطة هايدي لا لا انا مش هدور لا ازاي ازاي يا سارة؟ احنا برضو هندوري حبيبتي معلش هدور هنبتدي بكي انت يا ندين انا يا ميس مش معايا حاجة حضرتك بصي في الشنطة كويس اه ايوا فعلا مش معاك حاجة طيب هندور بقى في شنطة هايدي يا ميس مش مشكلة انا يعني مش عايز ادور عليهم خلاص وبعدين هايدي صاحبتي اصلا لا لازم ندور برضو الله دول موجودين في شنطة هايدي ازاي كده؟ معقولة؟ في شنطتي انا؟ ازاي؟ ايه اللي حطهم في شنطتي؟ انا ما اخدتهمش على فكرة يا سارة اه على فكرة ممكن اكون انا تلغبطة انا وانت الصبح واحنا ماشيين مع بعض وبدل ما حطهم في شنطتي حطتهم في شنطتك لما انا كنت بسألك على الكراسة ايوا ايوا فعلا ممكن يكون فعلا انت تلغبطتي وحطتيهم معايا مش تاخدي بالك طب يا حبيبتي خدي بالك بدل اللغبطة دي وخليتنا ندور في الشرط وخلاص معلش يا ميز بقى انا اللي تلغبطت انا اسفة يا هايدي معلش خلاص يا سارة عيدي مفيش مشكلة خالص انا مش ده علينا برضو بعد كل ده وبرضو مفيش فايدة يوه مش عارف انا بعمل كده ليه طب انا بعمل معهم كده ليه ومع انه هما ما عملوش فيه حاجة وحشة انا ليه بغير منهم انا ليه متضايقة منهم بس هما كانوا بيحاولوا يقربوا مني وانا برضو مخنوقة منهم مش عارفة ليه اكيد انا اللي وحشة يعني اعملت فيهم المقلب ده وبرضو هم صحاب يا بختهم صحاب قوي ندين انت هتمشي ليه يا ندين كنا عايزين نتكلم معاك شوية ايوه يا ندين تعالي ما تمشيش عايزين ايه انت ليه مش بتحبينا احنا بنحابك على فكرة ليه مش بتقربي مننا احنا على فكرة يا ندين بنحاول نقرب منك وانتي بتبعيدي عننا احنا عايزين تتبقي صاحبة لينا لا انتو مش بتحبوني انتو صحاب مع بعض وبتتكلموا مع بعض كتير وبتسيبوني وأنا بصراحة مش عايزة عرفكم أنت تبقي صاحبتنا على فكرة وإحنا بنحبك بجد وكل شوية نقول المثلية أنت بعيدة عننا كده عندك مشكلة ولا حاجة نساعدك في حاجة نتكلم معاك لا أنا ما عنديش مشكلة بس أنت وصحاب وبتحبوا بعض وسايبيني دايما لا خلاص إحنا مش هنسيبك أبدا وهتبقي صاحبة معنا وعلى فكرة إحنا كنا جايبين لك هدايا معنا من الصبح وما كناش راضين ندهلك غير آخر اليوم وانتي ماشية عشان نثبتلك أن احنا بنحبك على فكرة